توقعات الأبراج اليوم السبت 14 أيلول وحتى السبت 20 أيلول مع علمة الفلك جموانا قبيسة فلننطرق جموانا مع برج الحمل أيلول عم يكسر الدنيا هلأ هالفترة وخاصة زهرة على مدار السرطان ومريح كمان بيقابل الزهرة مقابل لإلها هالأسبوع الحمل العكس الأسبوع الماضي هالأسبوع عم يحضر حاله للصفر وعم يحضر شده من هلأ مش مصدق أنه الفيزا وصلت مش رح توصل الفيزا وصلت وحيحضر حاله لصفر وراح تكون حياته يكملها برا إما بهجرة إما أنه حصل على الباسبور البعض منه كان عم يشغله عليه إما أنه شغل للعمل بالنسبة للمولود الثور اللي هلأ فرحته ملا يعني ما بنحسد يعني إن شاء الله ممين حسد عليها خاصة لأنه عنده طرقية كتير مهمة طرقية كاين بالدولة كاين بالحكومة أنا يعني لما بنحكي الأبعد شو عم نحكي على صعيد لبنان يعني صعيد لبنان إذا ما نحكي عليه ما فيه ولا برج ولا توقع ولا شيء ولكن نحكي يعني إحنا عم نحكي على صعيد العالم كله يعني مش كل العالم مثل لبنان فالبعض منه حيكون عنده مركز اجتماعي مركز حكومي مركز دولي وحسيدك كثير فما فيه شيء فيك تحصنه حال كونسر صار كله بيعرف كيف يحصن حاله وأكتر شيء أكله شيء لينا اللي بجي يحصن حاله ما بيعرف يقرأ وما بيعنده يعني الحق بيعرف يقرأ أو بيعنده أي شيء يعملو بس بيأكل تفياحة بالليل ما تقولي شو لونها أي لون تفياحة بتسحب السحر بتسحب العين وتسحب الحسد بس ما بيأكل شيء من بعدها آخر الليل لا بيشربوا ماي ولا شيء كل شيء من الجسم يعني هادي الناس يمكن ما بيصدقوها بس كثير جربوها وأنا واحدة منهم بعملها الحمد لله ربتي كيف لأنه إذا الشي مش مظلوط ما بيعد بتسألها أنا ما بحب التفياحة بس غصبين عني بتسحب كل شيء مورائيات حتى مورائيات الفويكي كل واحد حكينا عنهم زمين إلو أقصاصه حتى الفويكي مش بس للغذاء الغذاء الغذاء لا إلو مورائيات بيساعد الأشخاص مثل يعني بالأسفل يسحب الكآبة هلأ شي مرة بنعمل حلقة عن أنواع الفويكي كل واحدة شو دورها مش رد الغذاء شو دورها بالمورائيات للأشخاص جوزاء مولودة جوزاء عندك بيت جديد عم تحاول هلأ عم احتار أي بيت بدك تاخده وبيتك متل ما بدك رح تختاره متل ما بدك بحلم فيه رح تلاقي إن شاء الله شريك حياتك رح يكون تحت إيدك متل ما بقوله يعني يا ريت شريك حياتي تحت إيدي أو بقوله دايما بقوله المرة لو زوجها معها بتدير الأمر بإصبعها سرطان؟ سرطان بعد الإنفراجات العائلية بعد الإنفراجات النفسية لأنه كان بوضع نفسي مش مستقيم مع أنه أخذ مراس لهذاك الأسبوع البعض منه مش كلهم أخذوا بس عليك أنك تتحلى بالصبر لأنه هذه الأمور رح تطلع منها إن شاء الله قريباً وبعندنا كنا عم نحكي عن عناب الأسود بقوله عناب الأسود لأنه كمان بسحب لك الكآبة بالنسبة لمولود الأسد هدية تنمينة بتوصل له هالأسبوع وهالهدية رح تكون ممكن ساعة ممكن شي بيخصه بيفرح فيه بمناسبة ما غير مناسبة بس هيحصل على هدية قيمة جداً البعض منهم لموليد الأسد صفر بالنسبة لمولود العزرة انزعاجات كثير من العائلية لأنك بتاعيت البابي بيجيك منه ريح سكر وستريح لأنه القرائب عقارب أنا عمل لك إيها وأنت عم تدوقة هيد الفترة بالنسبة لمولود الميزان التي عنده موجود بأفكار وخطواتك بتصرفاتك بأكوالك باجتماعاتك وعارف أنك كيف تختار عملك بده يمضي عقدي كثير مهم وعقد هيدا بناسبه كثير لقيله ونطره من زمان وحصل عليه إن شاء الله إن شاء الله بتحصل عليه بإذن الله أما بالنسبة لمولود العقرب عنده هالم الجمال بتاخدنه سبعة وتسعين يوم يعني بتقوله ثلاثة شهر وأربعة أيام أو ثلاثة شهر في بنا وقت بيجي ثلاثين يوم الشهر ثلاثة شهر خمسة أيام أنا حنحط بيناتهم ثلاثة شهر خمسة أيام هالة من الجمال بتحس حالك واحد تاني شخص تاني إذا طلعت بمرأة إذا حدا قال لك منحلة ما ما تستغرب أبدا لأنه عنده هالة وهذا لأنه الأمر رح ينزل ببرج العقرب وهذا رح يساعده ليلتاني ونص بس الليلتاني ونص بيساعده يوم في ساعة وتسعين يوم لمولود العرب بالنسبة للمولود الكاوس أمورك الميدية على أحسن ما يرام في مساعدة لإلك عندك ضائقة بس هتنفرج إن شاء الله بالنسبة للمولود الجدية ما دايما تاخده تعتم عن اللي حواليك لأنه هيحطه الحق عليك بتكون حق معك وتصير أنت المحقوق ليلتك تبتعد عادنا الموضوع اللي عم بيزع شكل كتير إن كان بالعمل أو بالعيلة لأنه في مشاكل كتير ناطرتك بالنسبة للمولود الدلو سفراتك اللي هي عم تروح على تايلاند ولا الصين ولا هايدي البلاد الأسيوية اللي حتمشي فيها موفق إن شاء الله لأنه دايما مولد الدلو بيحب الإشياء الغريبة أماكن الغريبة ما بيحب الاعتياد كل مرة يروح على نفس البلد شغلات إنسانية ممكن بروح على بعد واحد ما يفكر فيها بالمرة يمتروا على سرلينكا يعني اللي بيقصد سرلينكا هو من الأشخاص هيك أما بالنسبة لها مولود اللحود مشاكل كتير مع الشريك هاي الفترة عليك إنها تتروح الموضوع شوي خاصة المرأة لأنه ممكن يصير فيه سد ويصير فيه انفصال بين بعضهم وبعضهم